أعزائي المتابعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحب بكم في هذه الحصة التي سنخصصها للفرض الجريبي الأول والخاص بمادتي التاريخ والجغرافية السنة أولى بكالوريا علوم الدورة الثانية برسم الموسم الدراسي 2020-2021 إذن الغرض من هذا الفرض الجريبي هو أنه التلميذ يستعد في أحسن الظروف لاجتياز الفرض الكتابي المحروس وأيضا التمكن من منهجية الاشتغال على الوضعيات الاختبارية سواء تعلق الأمر بوضعية الاشتغال بالوثائق أو وضعية تحرير موضوع مقالي إذن لهذا الغرض كنقترح عليكم وضعيتين الاختباريتين سيجاما مع الأطور المرجعية المتحان الجهوي الموحد إذن بالنسبة للموضعية الاختبارية الأولى تتعلق بمادات الجغرافية من خلال الاشتغال بالوثائق الوثيقة الأولى كما تلاحظون نص جغرافي منطوقه تبلغ مساحة الولايات المتحدة الأمريكية 6% من مساحة اليابيسة ويعد سكانها 6% من سكان العالم كما تنتج ما يعادل 30% من ناتج المحلي الإجمالي لدول العالم مجتمعة أي أكثر من ثلاثة أضعاف ما تنتجه الدولة التي تليها في الترتيب كما أن الولايات المتحدة الأمريكية تتفوق على كل دول العالم في جميع الحقول الاقتصادية تقريبا من أعمال المناجم إلى قطاع الاقتصالات ومن الناتج الزراعي إلى الكتب المنشورة سنويا إلى حامل جوائز نوبل ولا يعد اقتصاده الأكبر في العالم فقط بل يمتاز أيضا بأنه الأكثر دينامية وقدرة على ابتكار المرجع إذن بعد ما قرنا الوثيقة الأولى ننتقل إلى قراءة الوثيقة الثانية وهي أيضا نص جغرافي مضمونه إن أكبر نقاط قوة الولايات المتحدة الأمريكية لا تكمن في المجال العسكري بل في ثروتها وتوزعها بين شرائح واسعة من سكانها وقدرتها على خلق مزيد من الثروة وإمكاناتها الابتكار غير المحدودة في تطوير أساليب جديدة تفيد في استخدام تلك الثروة استخداما منتجا إن البلد كان يتمتع على الدوام بأراضي شاسعة تميزت بتنوعها وخصوبتها إلا جانب مخزونه الكبير من الموارد الطبيعية الوفيرة والموارد البشرية الكفأة المرجع إذن بعدما استعبنا المنطوق ديال الوثيقتين وبعدما أيضا ضبطنا المضمون ديال هذه الوثيقتين الآن سنتعرف على ما هو مطلوب إذن المطلوب بمعنى الأسئلة المرفقة بهتين الوثيقتين السؤال الأول يتعلق بتعريف قوة اقتصادية عظمى مفهوم أو معنى قوة اقتصادية عظمى ثم السؤال الثاني المطلوب هو صف أو صفي مظاهر قوة الاقتصاد الأمريكية اعتمادا على الوثيقة الأولى والسؤال الثالث المطلوب هو استخراج العوامل المفسرة لقوة الاقتصاد الأمريكية إطلاقا من الوثيقتين الأولى والثانية ثم السؤال الرابع إذن على ضوء ما درسه اكتب فقرات تبريز أو تبريزين في التحديات التي تواجه الاقتصاد الأمريكي إذن بعدما تعرفنا على المكونات وعناصر الوضعية الاختبارية الأولى ننتقل إلى الوضعية الاختبارية الثانية وهي مدة التاريخ من خلال تحرير موضوع مقالي إذن كنقتل عليكم موضوع المقاليين حتى تتدربوا على كيفية تحرير المواضع المقالية وباش يستفدوا تلامد أكثر إذن مطلوب وأكتب أو اكتب في واحد من الموضوع الآتية الموضوع الأول شهدت أوروبا تطورات هامة في فترة ما بعد الحرب العالمية الأولى 1914-1918 كما تأثرت بتابعات أزمة 1929 الاقتصادية إذن أكتب أو اكتب موضوع مقالي تبرز أو تبرزين في العناصر الآتية النتائج السياسية والترابية للحرب العالمية الأولى ثم ظروف انطلاق أزمة 1929 وأثارها الاقتصادية على أوروبا بالنسبة للموضوع الثاني نصه ساهمت جملة من الأسباب في اندلاع الحرب العالمية الثانية 1939-1945 وخلفت نتائج عديدة أكتب أو اكتب موضوع مقالي تبرز أو تبرزين في العناصر الآتية أولا أسباب اندلاع الحرب العالمية الثانية ثم نتائجها الاجتماعية والاقتصادية إذن بعدما قرنا مكونات الوضعيتين معا نشرع في عمليتي التصحيح طبعا بالنسبة لكم يعني ممكن أنكم توقفوا الفيديو إلى أن تنجيزوا أو تجيبوا عن أسئلة الوضعية الختبارية الأولى ثم بعد ذلك ممكن أنكم تبعوا التصحيح إذن المطلوب مننا في السؤال الأول هو التعريف الجغرافي لقوة اقتصادية عظمى إذن ما معنى قوة اقتصادية عظمى إذن مقصود بها طبعا وهي عبارة عن وصف إذن وصف اقتصادي للولايات المتحدة الأمريكية إذن هذا الوصف هو ينطبق على الولايات المتحدة الأمريكية إذن فالمقصود بها هو أن الولايات المتحدة الأمريكية يتعتبر أول قوة اقتصادية في العالم من حيث الناتج داخل الخام إذن بما نقص قوة اقتصاد أي دولة إذن بما تحققه من ناتج خام يعني قيمة الناتج الداخل الخام في السنة بالدولار الأمريكي إذن في هذا الباب فكتعتبر الولايات المتحدة الأمريكية يعني الأول قوة اقتصادية في العالم إلى حدود الساعة نمر الآن إلى السؤال الثاني إذن السؤال الثاني طبعاً سنتقل من عملية التعريف الجغرافي ما بينك نحدده يعني معنى المفهوم الجغرافي إلى سؤال الوصف إذن صف مظاهر قوة الاقتصاد الأمريكي هنا اعتماداً على الوثيقة الأولى إذن لا بد أن نسخرج هذه المظاهر انطلاقاً من الوثيقة الأولى دون غيرها إذن ما هي مظاهر قوة الاقتصاد الأمريكي إذن أولاً تظهر هذه القوة أو تتجلى هذه القوة في ماذا؟ في قيمة ناتجات المحل الإجمالي إذن فهو يعادل 30% يعني الناتج الداخلي الخام الأمريكي أو الناتج المحل الإجمالي الأمريكي ويعادل تقريباً 30% من ناتج المحل الإجمالي لدول العالم مجتمعة إذن أتلفة الولايات المتحدة الأمريكية يعني كتحتاكر 30% من ناتج الداخل الخام العالمي ثم بالنسبة للمظهر الثاني وهو تفوق الولايات المتحدة الأمريكية في قطاعات اقتصادية عديدة أو في حقول اقتصادية عديدة من أعمال المناجم إلى قطاعات أو إلى قطاع الاتصالات وطبعا الصناعة الإلكترونية والصناعة العالية التكنولوجية إلى أخير ثم أيضا حتى الناتج الزراعي ثم أيضا تفوقها على مستوى البحث العلمي رغم أن البحث العلمي طبعا يمكن أن ندرجه ضمن عوامل قوة الاقتصاد الأمريكي ثم المظهر الأخير وهو الدينامية الدينامية أي الحركية التي تطبع الاقتصاد الأمريكي إذن هو اقتصاد ديناميكي اقتصاد حركي يعني فيه ابتكار فيه جديد على الدوام إذن فالجواب أعزائي المتعلمين سيكون بهذه الصغة إذن ثانيا مظاهر قوة الاقتصاد الأمريكي إذن تتجلى مظاهر قوة الاقتصاد الأمريكي في نقطتان إلى السطر إذن أول قوة اقتصادية في العالم ثم احتكارها لثلاثين في المئة من ناتج داخل العالمي وأيضا تفوق الأمريكي في قطاعات المناجم والاتصالات والإنتاج الزراعي وغيرها من القطاعات الآن نأتي إلى السؤال الثالث إذن السؤال الثالث المطلوب هو أن نسخرج يعني العوامل المفسرة لقوة الاقتصاد الأمريكي على ضوء الوثيقة الأولى والثانية إذن كما كتلاحظوك نتقل من عملية الوصف الجغرافي إلى عملية التفسير إذن بعدما وصفنا مظاهر قوة الاقتصاد الأمريكي الآن نأتي إلى عملية أو خطوة التفسير إذا رجعنا إلى الوثيقة الأولى يتبين لنا أن من عناصر قوة الاقتصاد الأمريكي أو العوامل المفسرة لقوة الاقتصاد الأمريكي أولا كبار مساحة الولايات المتحدة الأمريكية إذن هي تعادي السفل من مساحة اليابس ثم أيضا هناك عامل آخر وهو عامل بشري بمعنى توفر الولايات المتحدة الأمريكية على ثقة ديمغرافيها حوالي 6% من سكان العالم ثم أيضا القدرة على البحث العلمي أو تطور البحث العلمي لأن مثلا هناك احتكار أمريكي لجوائز نوبل خصوصا في تخصصات العلمية بالأساس إذن بالنسبة للوثيقة الثانية إذن ما هي باقي العوامل المفسرة لقوة الاقتصاد الأمريكي إذن نجد أولا كما قلنا القدرة على الابتكار والتجديد ثم أيضا تطبيق هذه الابتكارات وهذه القدرة على الجديد على الواقع الاقتصادي أساسا بمعنى أنه لا بد ما يسمى بالعلم العملي أو العلم التطبيقية أيضا في الولايات المتحدة الأمريكية متفوق في هذا الجانب وهو ما نسمي بالتفوق التكنولوجي ثم أيضا هناك عوامل أخرى طبيعية تتميز في شساعة الأراضي الفلاحية وتنوعها وخصوبيتها ثم أيضا توفل على مخزونات كبيرة من الموارد الطبيعية نتحدث عن المعادن ومصادر الطاقة أساسا ثم أيضا كفاءة الموارد البشرية إذن لا بد أن نضمن هذه العناصر في إجابة على الشكل آتي إذن العوامل المفسرة للقوة الاقتصاد الأمريكية تتجلى في أولا تساع المساحة مساحات البلاد ستة في المأم اليابسة وخصوبة أراضيها الزراعية ثم أيضا مخزوناتها الضخمة والكبيرة من الموارد الطبيعية إذن هذه تندرج ضمن العوامل الطبيعية ثم هناك عوامل البشرية أي العنصر البشري فسكن الولايات المتحدة الأمريكية يمثلون حوالي ستة في المئة من الساكنة العالمية ثم أيضا على المستوى النوعي كفاءة ليد العاملة الأمريكية وهناك عامل آخر يمكن أن نسميه عامل تنظيمي وهو القدرة على الابتكار والتجديد بفضل الاهتمام بالبحث العلمي الابتكاري الآن نأتي إلى السؤال الأخير إذا المطلوب في السؤال الأخير هو أن نكتب فقرة نبريس فيها انطلاقا مما درسناه يعني على ضوء المكتسبات يعني التحديات التي تواجه الاقتصاد الأمريكي وهنا ضرورة أن ننتبه للسؤال إذن المطلوب هنا التحديات التي تواجه الاقتصاد الأمريكي بمعنى التحديات الاقتصادية التي تواجه الولايات المتحدة الأمريكية أما إذا جاء السؤال بصيغة أبرز في فقرة التحديات التي تواجه المجال الأمريكي بمعنى أن التحديات لابد أن تكون بصيغة عامة تحديات مثلا طبيعية، اجتماعية، اقتصادية، بيئية إلى آخر ولكن هنا بما أن السؤال يهم الاقتصاد إذن سنكتفي بإبراز التحديات ذات الطابع الاقتصادي وذلك بصيغة مقتضبة إذن فعزائي الجواب سيكون بهذه الصيغة إذن تحرير فقرة إذن تواجه الولايات المتحدة الأمريكية تحديات اقتصادية عديدة يعني في مقدمتها أو في طليعتها أولا عجز الميزان التجاري لأنه طبعا بين نقاط ضعف الاقتصاد الأمريكي وعجز الميزان التجاري مثلا سنة 2018 وصلت قيمة العجز في الميزان التجاري إلى حوالي ناقص 638 مليار دولار ومعظم هذا العجز تسجل الولايات المتحدة الأمريكية مع الصين ثم إذن احتدام المنافسة الخارجية خصوصا مع باقي دول الثالث العالمين نتحدث هنا عن اليابان كذلك الاتحاد الأوروبي إضافة إلى ثاني قوة اقتصادية في العالم وهي الصين إذن نضيف إلى هذه المشاكل الاقتصادية مشكل نكيماش الاقتصاد الأمريكي مثلا سنة 2018 يعني نسبة نمو الاقتصاد الأمريكي بلغت حوالي 3% أقل من 3% يعني 2.9% ثم أيضا هناك مشكلة فائد الإنتاج الفلاحي وصعوبة تصريفه في الأسواق العالمية وهذا يؤدي إلى تراكم الخسائر التي يسجلها الفلاحون الأمريكيون رغم أن الدولة الفيدرية تقدم لهم دائما الدعم ثم أيضا ارتفاع قيمة الإنفاق العسكري إذن هذه هي بالمجمل يعني أهم تحديات الاقتصاد الأمريكي كما كنتلاحظوا يعني حاولنا أننا نكتبو هذه الأفكار بصيغة مقصدبة يعني في حدود بضعة أسطور الآن نأتي إلى الوضعية الاختبارية الثانية وهي مادة التاريخ إذن دائما بالنسبة للموادع المقالية كانت أولا 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 أهتم بمسألتين أولا المقدمة الإخبارية ثم التعليمات إذن المقدمة الإخبارية هي كتفيدني في أنني نقطر الموضوع يعني على المستوى الإشكالي والزمني والمكاني يعني كنحدد الإشكالية بدقة ثم الزمن يعني شنها الفطرة الزمني اللي يخصني نتناولها أولا اللي كتناولها هذه الإشكالية ثم المكان المكان بصيغة المفرد أو الجمع ثم بعد ذلك النقطة الثانية وهي المهمات يعني شن المطلوب مني أنني نكتبوه في هذا الموضوع ما المطلوب كتابته وإبرازه إذن إلى قرنة المقدمة وما هو مطلوب إذن يتعلق الأمر بيعني تطورات التي شهدتها أوروبا تحديدا في فترات ما بعد الحرب يعني بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى يعني أوروبا شهدت تطورات هامة وعامة يعني على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي وأيضا بعد الحرب العالمية الأولى تأثرت بتابعات بمعنى انعكاسات أزمة 1929 الاقتصادية إذن هنا أشن المطلب منهم بعدما حدثت الإشكالية والإطار الزمني طبعا هنا الإطار الزمني يعني من ما بعد يعني من نهاية الحرب العالمية الأولى إلى 1929 يعني تقريبا من 1919 إلى غاية 1929 إذن هذه الفترات الزمنية طبعا المكان طبعا هو العالم ككل ولكن تحديدا أوروبا إضافة طبعا إلى الولايات المتحدة الأمريكية ويمكن أن نقول كذلك يعني العالم الرأسمالي تحديدا إذن العالم الرأسمالي بما في ذلك كذلك يعني المستعمارات التي كانت تابعة لبعض القوى الاستعمارية الأوروبية إذن المطلوب مننا هو أن نكتبه واحد المقال نبرز فيه أولا نتائج السياسية والترابية للحرب العالمية الأولى إذن ما هي مخلفات هذه الحرب على المستوى السياسي والترابي ثم في الفقرة الثانية يعني الظروف انطلاق أزمة 1929 وآثارها الاقتصادية على أوروبا إذن بعدما حدثت ما هو مطلوب إذن كان قصرح دائما واحد تسميب في مقدمة طرح الإشكال عرض تحليلي وأخيرا خاتمة مناسبة إذن بالنسبة للمقدمة ستكون بهذه الصيغات قريبا نضي منصية أخرى طبعا كما قال لكم واحد المجال فيه نجتهده ودائما حاولوا أن المقدمة تكون بالأسلوب ديالكم الخاص تعتندوا طبعا عن المقدمة الإخبارية المرفقة بنص الموضوع ولكن أيضا بالمكتسبات باش تكتبوا واحد المقدمة يعني تكون مناسبة إذن ما يفيد هذه الصيغة تغيرت أوضاع القارة الأوروبية عاقب الحرب العالمية الأولى وتأثرت أيضا بتابعات أزمة 1929 الاقتصادية إذن بعدما كتبت مقدمة مقتضبة كنترح الأسئلة اللي مطلوب أنني نجاوب عليها إذن فما هي النتائج السياسية والترابية التي خلفتها الحرب العالمية الأولى كيف انطلقت أزمة 1929 وما هي أثارها الاقتصادية على أوروبا كما كنت لاحظوا يعني هنا كنحول هذه المهمات إلى يعني أسئلة استفامية الآن نأتي إلى العرض العرض يعني في الفقرة الأولى كما قلنا يعني سنتناول نتائج السياسية والترابية للحرب العالمية الأولى بمعنى أننا نتاقي المعلومات اللي كتناسب هذا الفقرة إذن نكتافي هنا بالنتائج السياسية منها مثلا يعني من المعلومات اللي يخصني ننتقيها فرض معاهدة قاسية على الدول المنهزمة وكني أعطي بعض الأمثلة منها مثلا معاهدة فيرساي على ألمانيا مثلا سان جرمان على النمسا سيفر على الدولة على الثمانية وغيرها أيضا من بين هذه النتائج السياسية تأسيس عصبة الأمم لحفظ الصلم والأمن العالميين طبعا طبقا لمبادئ المبدأ الرابع عشر من مبادئ الرئيس الأمريكي والصول بنسبة النتائج على المستوى الترابي يعني حينما نقول الترابي أو الجيو السياسي إذن ما هي التغييرات التي طالت الخريطة السياسية الأوروبية إذن أبرز هذه التغييرات هي أولا ختفاء الإمبراطورية التقليدية ومنك نقول الإمبراطورية التقليدية يعني التي كانت مهيمنة في أوروبا خصصا الإمبراطورية النمساوية المجارية هو النمسا هنغارية إضافة إلى الإمبراطورية العثمانية طبعا لأن كان جزء أوروبي لهذه الإمبراطورية تلف هي جغرافيا هي جزء من القارة الأوروبية رغم أنها طبعا امتدت على ثلاث قارات ثم أيضا نضيف إليها إمبراطورية ألمانيا ثم أيضا روسيا القيصرية أو الإمبراطورية الروسية إذن كل هذه الإمبراطورية التقليدية اختفت ولم تعود في الخريطة السياسية الأوروبية لما بعد الحرب العالمية الأولى ثم على أنقاض هذه الإمبراطوريات ظهرت دول جديدة على أساس قوم يمكن أن أعطي بعض الأمثلة مثلا كدول البلطيق الآن نأتي إلى الفقرة الثانية إذن أولا ما هي ظروف انطلاق أزمة 1929 وأثارها الاقتصادية على أوروبا إذن طبعا هنا هذا العمل نقوم به في عملية تسويض يعني نتاقي الأفكار ولكن من بعد نحولها الفقرات عن طريق الربط إذن ما هي الظروف؟ إذن الظروف انطلاق أزمة 1929 إذن ما درسوك أزمة 1929 الاقتصادية انطلقت بادي الأمر من الولايات المتحدة الأمريكية تحديدا من بورصة وولستريت بنيويورك يعني يوم الخميس الأسود وهذا تاريخ مشهور يعني الأزمة أو كما يسمي الأمريكيون الكساد الكبير إذن طلقت من بورصة وولستريت ولكن بعد ذلك عمت باقي القطاعات الاقتصادية يعني انتقلت من البورصة إلى القطاع المالي في الصناعي في الفلاحي وهكذا يعني أصبحت أزمة اقتصادية ثم أيضا تحولت كذلك إلى أزمة اجتماعية لأن دائما الاقتصاد عنده علاقة بالمجتمع ثم أيضا على المستوى المجالي يعني انتشرت هذه الأزمة إذن انتشرت هذه الأزمة في باقي العالم الرأسمالي وكذلك المستعمارة التي كانت تابعة له إذن من نسبة للآثار إذن ما هي آثار هذه الأزمة؟ آثارها الاقتصادية على أوروبا يعني تحديدا على أوروبا إذن منها أولا كيماش المبادلة العالمية بفعل السياسة الحماية الجمركية هنا دول أوروبية انتهجت هذه السياسة وأيضا تضررت منها بحكم أن الدول أخرى يعني الدول غير أوروبية انتهجت السياسة الحماية الجمركية أيضا استنزفت خيرات المستعمارات لأنها كتعويض القوى الاستعمارية الأوروبية يعني لجأت إلى استنزاف خيرات المستعمارات أيضا من بين النتائج أو الآثار الاقتصادية وهو التخلي عن الليبرالية الكلاسيكية أو ما يسمى بالليبرالية المطلقة والاعتماد على الليبرالية الجديدة أو ما يسمى بالكينزية بمعنى أنه على الدولة تتدخل لضبط الاقتصاد عن طريق القوانين عن طريق اللوائح والقواعد القانونية من أجل الضبط وليس تدخلاً بشكل مباشر وبشكل قوي ولكن على الأقل لوضع القواعد الأساسي حتى يتم تفادي الأزمات في المستقبل التي يمكن أن تخلى بالنظام الرأسمالي الآن نأتي إلى الخاتمة الخاتمة دائماً عبارة عن استخلاص وتقيم وامتداد دائماً كنترحوا بواحد السؤال إذن فيمكن أن نقول ما يفيد هذه السعارة كان لأزمات ما بين الحربين يعني ما بين الحرب العالمية الأولى من نهاية الحرب العالمية الأولى إلى بداية الحرب العالمية الثانية إذن دور حاسم في التمهيد لاندلاع الحرب العالمية الثانية طبعاً ما بين 1939 إلى غاية 1945 إذن كان سؤال عبارة عن استداد إن ما هي أسباب هذه الحرب وما حصيلتها العامة الآن سنتقلوا إلى الموضوع الثاني إذن الموضوع الثاني وكما تلاحظون يعني يطرح إشكالية الحرب العالمية الثانية من حيث أسبابها وبعض مخلفاتها إذن هنا السؤال يعني أو ما هو مطلوب في هذه الوضعية فأسئلة بسيطة مباشرة إذن نتناول في الفقرة الأولى أسباب الحرب العالمية الثانية والفقرة الثانية يعني النتائج نتائج هذه الحرب أو حصيلتها أو مخلفتها أو يمكن أن نقول نعكاستها أو آثارها كذلك على المستوى الاجتماعي والاقتصادي إذن كمقدمة أعزائي إذن دلعت الحرب العالمية الثانية بين دول المحور ودول الحلفاء وطبعا هذه الحرب يعني خلفت نتائج عديدة إذن نتسأل ما هي أسباب هذه الحرب وما هي نتائجها على المستوى الاجتماعي والاقتصادي إذن في الفقرة الأولى إذن هنا لا بد أن نميز بين الأسباب غير المباشرة والسبب المباشر إذن من الأسباب غير المباشرة لاندلاع هذه الحرب باقتصادها بشديد طبعا هنا الأفكار الأساسية ولكن لا بد أن نتحليلها طبعا أثناء عملية الكتاب والتحرير إذن منها مخلفات الحرب العالمية الأولى خصا مثلا المعادة القاسية التي فرضت على الدول المنهزمة وأيضا حتى خصا ألمانيا إضافة إلى إيطاليا التي هي طرف منتصر فادي الحرب ولكن الدول أو حلفاءها يعني لم أخلفوا الوعد أخلفوا بالوعد الترابية التي منحة لإيطاليا وبالتالي كل من ألمانيا النازية وكذلك الإيطاليا الفاشية ستسعي لانتقام أو لنهج سياسات توسعية كما سنرى إذن فسعي هذه القوى للتخلص من بعض يعني الشروط أو البنود القاسية التي فرضت عليها كحالة ألمانيا لأنها اعتبرت المعادة فيرسايا عبارة عن سلم مفروض أو بالنسبة لإيطاليا لأنها لم تستفيد من هذه الحرب على خلاف مثلا فرنسا وبريطانيا إذن مخلفات هذه الحرب ثم أيضا تبعات أزمة 1929 بالاقتصادية خصوصا على ألمانيا ثم أيضا لأن هذه المخلفات هي التي ستدفع ألمانيا لنهج سياسة توسعية الأمر نفسه أيضا بالنسبة لإيطاليا لأن إيطاليا كما درستم شهدت أزمة عامة بعد الحرب أزمة اقتصادية واجتماعية وسياسية نشر أيضا إلى تشكل أنظمة شمولية أو أنظمة كليانية ديكتاتورية كما هو الحال مثلا في ألمانيا مع النازية أو في إيطاليا مع الفاشية إذن النازية هنا بزعامة أدولف هتلر والفاشية بزعامة بنيتو موسوليني ثم أيضا عجز عزبة الأمم عن فرض قراراتها وأيضا كبح جماح هذه الأنظمة الشمولية التي ظهرت في أوروبا وكذلك حتى نضيف هنا أيضا اليابان في أقصى شرق آسيا التي نهجت سياسة توسعية في المحيط الهادي وفي شرق آسيا إذن الآن نأتي إلى السبب المباشر طبعا السبب المباشر لاندلاع الحرب كان هو غزو الجيش الألمان للأراضي بولونيا في الفاتح من شتنبر 1939 طبعا بالنسبة لهتلر برر هذا الغزو بمبررين وما أولا ضرورة تحقيق المجل الحيوي للشعب الألماني يعني ضمان الموارد الأساسية للشعب الألماني ثم ضرء الخطر الشيوعي الذي كانت تمثله حسب زعم هتلر الاتحاد السوفيتي الآن نأتي إلى الفقرة الثانية ما هي المعلومات التي تناسب هذه الفقرة إذن أولا النتائج على المستوى الاجتماعي يعني الحرب خلفت حوالي 50 مليون قتل معظمهم كان من المدنيين ثم إحداث خلال في البنية الديمغرافية للدول المتحاربة يعني كثرت اليتامال الأراميل وهذا طبعا من مظاهر يعني الخلال الذي أصاب البنية الديمغرافية للدول المتحاربة ثم على المستوى الاقتصادي طبعا كان هناك السفحال المديونية أيضا تدمير الآلة الانتاجية سواء تعلق الأمر بالفلاحة أو الصناعة ثم أيضا الولايات المتحدة الأمريكية قامت بإطلاق مشروع مارشل كحزمة مساعدات مالية واقتصادية الدول التي تأثرت بالحرب العالمية الثانية خصوصا الدول الأوروبية الحليفة للولايات المتحدة الأمريكية يعني كأداة لتطويق المد الشيوعي في أوروبا لأن معظم هذه المساعدات كان بهدف أولا إعادة إعمار أوروبا صحيح المتضررة من الحرب ولكن أيضا لمحاصرة المد الشيوعي في أوروبا الآن نأتي إلى الخاتمة الخاتمة هي ما يفيد هذه الصغة دائما بصغة مقتدبة كما نؤكد على ذلك مرارا بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية دخلت العلاقات الدولية مرحلة القطبية الثنائية والحرب الباردة لذلك نتساءل ما هي مظاهرها وما الأزمات التي تخللتها إذن ختاما أعزائي المتابعين أتمنى أن تكون هذه الحصة مفيدة وماتعة في الآن نفسه وأنكم تستفدوا منها وطبعا تنون فيها وضعيتين اختباريتين انطلاقا من الدروس المقررة في البرنامج الدراسي وكذلك التي أنتم مطالبين بها في الامتحان الجهوي الموحد بحول الله إذن ختما أشكركم على حسن تتبعكم وانتباهكم وإذا كانت لديكم طبعا أي أسئلة والاستفسارات يمكن لكم أن تسركها لي في التعليقات حتى أتطلع عليها وأجيب عنها في حينه بحول الله وألقاكم في حصة قادمة بمشيئة الرحمن ومع موضوع آخر فإلى ذلكم الحين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته